فكرة الجلسة دي مش في مجرد بريزنتيشن بتاع حالة فكرة الجلسة دي ازاي لما يجي لك عيان بريزنتت بفيري كومن كومبلينت اللي هو بين بالأبر بارتو في زي أبدومين ولور بارتو في الشيست تتصرف فيه ازاي سيكوانشيال وبنلفت النظر الى حاجات ناس كتير ما بتحطهاش فيه لستتها بتاعت الدفرينشال دياجنوزيز وبالتالي بيتأخر تشخصها ولما بتتشخص ربما تكون حصلت وده شيء كلنا ما نحبهوش الحالة دي كان ترتبها كالتالي 58 years old obese female with known history of hypertension and dyslipidemia this patient was presented to the emergency room with diffuse pain in upper abdomen and lower chest region اللي هو عنوان المحاضرة begins at rest builds up over about 15 minutes builds up يعني يبدأ درجة ويتزايد فلما يتزايد وصل الى peak فلما وصل الى peak persisted till admission يعني الغات ما راحة الى المستشفى واتحجزت والقصة دي خدت ساعتيل الستة دي لما سألوها في الهيستوري عن الطيب والكاركتر of pain قلوم البين ده oppressive oppressive يعني compressive يعني حاجة tightness there is just tightness this pain was accompanied by an nausea vomiting palpitation and disting الستة دي قالت ان دي تالت مرة بخلال الستة شهور اللي فاتهم وقالت حاجة من عندها حصل عليها اختلاف كبير قالت ان الكلام ده حصل لما دكتور القلب غير علاج الضغط اللي كانت بتاخده كانت بتاخد علاج بيورم رجليها قالت الكلام ده للدكتور شال الدوة ده ودها دوة تاني وورم الرجلين راح وقالت انه لما كان بيجي لها الألم ده كانوا بحاولوا دوة حقا فولتارين حقا ما كانش فيه فايدة لكن كانت بترتاح فقط لما تاخد قرص تمصه تحت السن هنا بنخرج الى definition يعني ايه acute abdomen ومعانا على المنصة جراح كبير بتوصروت انديه السا preliminary term for a threatening physical condition حقا خطيرة characterized by very severe abdominal pain محتاج immediate workup immediate workup because of the tendency to rapid deterioration and the prompt and surgical therapy is often indicated بصينا في الحالة دي قبل ما نتكلم فيها الغرض من الحالة زي ما قلنا ان احنا بنوضح انواع الابdominal pain وازاي انت تتعامل معه how to link basic science to clinical decision making ازاي to optimize الworkup بتاعك عشان تحصل على افضل نتائج في اقصر واسرع وارخص وقت من غير invasive techniques وده اهميته كبيرة قوي لما تشوف العيان ده في الامرجنسي روم في فيسرال pain parietal pain referred pain and psychogenic pain تبص للكاركتر بتاعتهم وبيقوا ازاي فيسرال يعني من الفسعة العيان ده العيان ده سنسي فتو stretch أو distention أو stretch أو انه يحصل فيه torsion أو ان البتاع ده يحصل له contraction يعني المسل تقفش أو الغازات تنفخه أو حاجة تشده أو يحصل له stenose هنا يحصل visceral pain الvisceral pain ده بيبقى ضل diffuse وبالتالي معناها poorly localized ولان ده من autonomic nervous autonomic nervous روفريعة قلبا مش myelinated الترانسميشن فيها بطيء عشان كده pain ضل و poorly localized وبالتالي كل الاجراءات اللي معاه autonomic vomiting heart rate يتغير hypotension اما المكان فين بتاع الفسرة البين اللي فاكر embryology عارف انه كان فيه gut tube والgut tube كان في midline ولما حصل development of the organs migrated ورغم ذلك فضل كل البين اللي مصدره من القط يعود الى midline وبالتالي حضرتك لما تشوف تلاقي الحاجات اللي كان اصلها من الفور gut ييجي البين بتاع midline upper third خلي بالك ازاي بتفكر في الحالة يبقى stomach dyodenum pancreas والهيبات وبيليري الحاجات الاصطاعة من midgut تحصل حوالين الامبالايكس بتاعة small intestine والسيكم لكن الحاجات اللي من hindgut تسمع في lower third اللي هو colorectal ولا تنسى معها eurogenital بالذات وعندك 6 طيب لما تيجي تبص ما هو parietal pain هنا بقى parietal من parietis parietis يعني skin او muscle او parietal بريتونية وده ده بقى sharp localized وفي النرف بتاعه تخين وميلينيت والترانسيميشن سريع فده جاي sharp واللوكاليز وده somatic pain فالكريتيريا اللي معاكو اللي لقى somatic يبقى fever vomiting وقد يصل الامر الى shock وguarding rigidity لو فحصت بطن العياة ولما تيجي تتكلم هنا بنقسمه بقى لfour quadrants مش تسعة زي ما بنتكلم في الفيسرال بنجد انه الجزء الابر اللي شكت منه الست اسبابه زي ما حضراتكو شايفينها في حاجات من فوق الدايفرام وفي حاجات تحت الدايفرام يمين وشمال تجد نفس الاسباب الاسطمك ديودينب الهبانكرياس الهباتوبيلياري سواء فيسرال سواء برايتل بس الكاركتر بتاع البين تختلف يعني هو الفيسرال ممكن يبقى برايتل بمجرد ما البروتونية بقى يقلب برايتل يعني لو عندك عيان بدأ فيسرال وبعدين قال تبقى عارف البروتونية لو بعد كده حصل ان الاعراض راحت دي كارسة حصلت ده بعدين تعود اعراض يسموها واجع مفيش اعراض واجع شديد ده وابناء على ذلك وبناء على ان اول سبب بيفكروا في الناس الاستومك والديودينام الدكتور اللي راحت له هذه السيدة قال لك دراجز ايه وبتاع ايه هو مش اورينتت باهمية الدراجز قال لك مصر كلها جاسترايتس مصر فيها اتش بايلوري عمل لها تست اتش بايلوري طلع بوزيتف راح مديها على اتش بايلوري وقال لها تيجي استشارها بعد اسبوع رجعت له قالت له انا بعد يومين الواجه هتكرر وزاد والدوة تعبني ورميته قال لها ازاي الكلام دوت انت كده مش هتخفي بالاتش بايلوري وهجيلك سرطان بدل ما كم مديها راح مديها رامت الدواء ورحت الاستقبال ولما المسائل اتورطت استدعوا على عجل الاستاذ الدكتور محمد مجهزة استقبلها بقى كراجل خبير شوفوا عمل معايا في المنظار وطلعت النتيجة ايه وانتصرف ازاي كخطوة اولى في التعامل مع ابر ابدومينل بين اشتركوا اشتركوا